نستعرض النشاط الجمركي الذي يعكس المجهودات الجبارة المبذولة من طرف أعوان الجمارك خاصة في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود في مواجهة سهديدات مختلفة المرتبطة بها على مستوى الترابي الوطني والشريط الحدودي والمنافذ الحدودية الجوية البحرية والبرية فإنما صالحنا الجمركية عمدت إلى تعزيز قدراتها المادية والبشرية للقيام بأدوارها من أجل مواصلة ترسيخ موقعها كرادع على الحدود تحسين آليات مكافحة الاتجار الغير المشروع عبر الحدود من خلال تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي إلى جانب المهام الاقتصادية الجبائية والحماية لمصالحنا يطلع أعوان الجمرك أيضا بالدور الأمني الذي من خلاله يقومون بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن والنظام العموميين وعلى هذا الأساس فقد أفضت المراقبة المستمرة لأعواننا ضمن الجاهزية والاستعداد الدائم على مستوى مطار هواري ممدين الدولي مسافرين والشحن إلى عمليات حجز نذكرها كما يلي فيما يخص البضائع الحساسة وأولوها الأسلحة والذخيرة حيث تم تسجيل حجز 26 كيس من مواد المتفجرة يحتوي على حوالي 200 غرام مسدس قبضي واحد كبسولة صغيرة سلاح ضغط هوائي من علامة قامو انتر 440 اس سلاح ضغط هوائي من علامة